السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد نهار قدي نتكلمه ان شاء الله على الاكل ديال الارانيب الاكل اللي هتقدر تعطيه الارانيب وما يضرره مش يعني بحل الخضر يعني شحل مواحد كي يغلط وكي بقى يعطيه الارانيب دياله يعني القشور ديال الخضار ولا لقامة ولا هادو كلهم انا كان صح قاع لكي ربي يعني المو ربي ديال الارانيب ما يستعملش هاد النوع من العالف علاش لانها كيديلهم مرارة روخا كي يعيشهم ولكن واحد الوقت من الى فتحتي الاحشاء دياله كتلقى فيها المرارة دياله مسكين مع الدفاع ويقدر يموت لك في اي لحظة اللهم الماكرة اللي تقدر تخدمها سمو هي هي الخبز خبز اللي كي شيط عليكم وهذاك مزيان سمو غادي تديروا الخبز غادي تخليوه يكرم في الشمش تايكرم مزيان ما تعطيه وش اي لمشي تتعطيتي الخبز يعني غير البابة دياله راكي قسلهم عندكم ثلاثة الحويش اما الخبز الناشف يعني اليابس هكا وان شاء الله غادي نوريكم طريقة كيفاش خدي تقدروا تقطعوا هاد الخبز هاد طريقة وعندكم الفصة ليابسة شوفوها هي فصة وهي يابسة كتباع 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 واحد كيقولها البالة بالة ديال ديال الفصة ومغاليه كتدير شي ستين درهم بالة كبيرة يعني غادي تضرب لكم واحد شهر ولا هناك استعملوا يعني كمية بحلاكة كل واحد تعطيه الأشحالة كميية بحلاكة كل واحد تعطيه شحالة مقدار دياله رات ثل الشهر يعني ربعات الاينات ولا ولا تخمسة رات ثلاثة رات طريقة رات نير مش هير بال ايشان يعني اليكن اقول لكم شي حاجه مجرّدم وكيّن الحاجة التالثة وهي السيكاليم السيكاليم هادل الأتمين ديالو ره الخنشة كاثر تسعتاشر مية يعني خمسة وتسعين درهم تدير تسعتاشر مية إلا بغيتوا تشريوه بالضيطاي كيبيعوه بتسعين ريال يعني ربعة درهم وونس هو إلا شريته بالجملة الخنشة فيها خمسة وعشرين كيلو يعني كيتقان بستة وسبعين ريال ستة وسبعين ريال إلا شريته بالجملة كيطيح الحقيقة كيطيح أرخص هذا إلا مشي تتبغي تسعطيه الأراني فيديو لكم هادو كيشبعهم ضغياء لأنك يكون فيهم فيه جميع الحوائج اللي يخصون تسعطيه إلا مشي تتحليته حبة من هادو هكا سبكولي إلا مشي تتحليتي حبة هكا ولاش نميتي الريحة غتلق فيها تقريبا الريحة ديال الضراء الريحة ديال الشعير الريحة ديال هادو كيشبعهم بزاف ديال المكونات وتاء البروتين يعني بروتين ديال نوفيه يعني كتحس بالأرنب ما غدي شي يكون بزاف تقدر تدير منه القن البالغ تقدر تدير منه ميات غرام ميات غرام ما مني عبرته لقيت تقريبا هو حك ديال ضانون حك ديال ضانون فيه ميات غرام تقدر تقسموه على وجبتين حك ديال ضانون تدير له النص الأول وتخلي العشية تعطي النص الثاني وباش ما يتحش لك لان هادو شوية غالي باش ما يتحش غالي باش ما يتحش غالي المصاريف بزاف تقدر تستعمل هاد الفصة مره مره وتقدر تستعمل الخبز اليابس لي هادك كيكون عندك في الضار اي واحد كيشيط عليه واحد شوية للخبز هادك يشده وباش ما يضيعش هادك الخبز مديروش ميكا لا فرش واحد خشبه ولا لي كان فرشها وحط هادك الخبز على هادك الخشبه هادك الخبز غادي الشمش غادي تشمش مزيان ومن بعد اما تدقوه بالمهراز اما غادي نوريكمه حط طريقة ان شاء الله في الفيديو القادم كيفاش غادي تقدر تحنوه بحال هكا هكا كتساعدهم هما باش كيجيهم سهل اذا ان شاء الله ان شاء الله انتظار الفيديو المقبل ان شاء الله ساندونا الى عجب بكون الفيديو تكيوا على زير جيم وتكيوا على الجرس باش يقدروا يوصلكم الجديد ان شاء الله واشركم بروكا وإلى اللقاء